اشتركوا في القناة مقتل مديرة تصوير الفيلم واصابة المخرج بجروح وقالت الشرطة في بيان ان مديرة التصوير هاليانا هاتشينز والمخرج جويل سوزا اصيب بالرصاص عندما اطلق اليك بلدوين النار من سلاح صوت في موقع تصوير فيلم راست قرب مدينة سانتا في عاصمة ولاية نيو مكسيكو واوضح البيان ان المأساة نجمت عن سلاح النار يفترض به ان يكون صوتيا شيرا الى ان المحققين يحاولون معرفة اي نوع من الرصاص اطقاف وكيف اطلق واضافت الشرطة الامريكية ان هاتشينز اخلية على متن طوافة الى مستشفى قريب لكنها ما لبثت ان فارقت الحياة متأثرة برصابتها في حين يرقد سوزا في قسم العناية المركوغزة في المستشفى وفي سنوات الاخيرة طارت شهرة بلدوين 63 عاما في الولايات المتحدة بفضل تقليده المتقني لشخصية الرئيس السابق دونالد ترامب في برنامج ساتر داينيت ليف الساخر الشهير بدأ حياته المهنية كمثل تلفزيوني عام 1980 في المسلسل الروائي ذا دكتورز بدور بيلي ألدريتش وهو شاب يقتل أمرة عجوز وقد تابع عمله في السلسلة حتى عام 1982 أما عن ظهوره الأولي في الأفلام فقد كان عام 1987 في دور صغير في فيلم فوريفر لولو أن يشارك في العام التالي في بعض الأدوار الصغيرة في أفلام بيتخويس ووركين جيرل أخيرا لعب دور بطولة في فيلم The Hunt for Red أكتوبر عام 1990 وتدور أحداث الفيلم في حقبة الحرب الباردة ترجمة نانسي قنقر